حرف الأمازيغي تيفيناغ أو خمسة ألاف سنة قبل الميلاد إلى ومن هذا هذا الحرف حقيقة سمي التيفيناغ في براحة لاحقة يسمى العلماء الحروف التي سبقته بحرف ليبكو باغباغ أو الحرف الأمازيغي الليبي أو البربري الليبي إلى آخرين دائما ينسب إلى ليبيا الذي يهمنا لهم هو موضوع حرف التيفيناغ الذي يستعمل اليوم حرف التيفيناغ هو كما ذكرنا قبل قليل تيفيناغ هي جمع صغة جمع لا توجد لها أي أصول أو أي مشتقات لهذه الكلمة في اللغة الأمازيغية المستخدمة اليوم ربما يكون أو عفوا المفردها هو فينيق تيفيناغ لهذا السبب يقال أن كلمة تيفيناغ ربما تعود إلى أصل كلمة فينيقية أو فينيق أو فينيق بحيث الجذر فا والنوم والقاف مشتركتين بين الكلمة وحرف التاف في اللغة الأمازيغية على الكلمات الأجنبية وربما يكون هذا صحيحاً حقيقةً ليس لدينا أي أدلة على لنفيه ولا لإثباته وخصصنا في اللغة الأمازيغية توجد كلمات مثل أسفينغ تعني التفسير أو الفهم أو الشرح أو إلى أخره تيفيناغ كلمة مركبة تعني الذي وجدناه أو موجودنا إلى أخره يعني هناك تفسيرات كثيرة و هناك تفيلات كثيرة في أصل كلمة تيفيناغ وهذا لا يعنينا في شيء حتى ولو افترضنا أن كلمة تيفيناغ جاءت من فينيق من الفنيقية إلى أخره من المرجع و من الواضح أن الحروف الأمازيغية التيفيناغ لا تشبه ألبت الحروف الفنيقية فهذا يعني يستبعد احتمال اشتقاقها منها ويرى لكثير من العلماء أن هذا الحرف حرف أمازيغي أصيل ولد في شمال الفنيقية طبعا تطور عبر الأوصول إلى آخره يجب أن أقول كذلك أن في الحرف نفسه يوجد تشابه بين بعض الحروف ليس في نطقها بل فقط في رسمها بين حروف التيفيناغ والخط المسند في جنوب الجزيرة العربية وكذلك حرف التيفيناغ في لبنان والساحل الشامي التشابه للحروف نجد مثلا حرف الزين في اللغة الأمازيغية نجد حرف أخرى في مثلا حرف الضاد في اللغة الأمازيغية نجد له مقابل للهاء في العبرية والهاء في الفنيقية وربما في الخط المسند حرف آخر إلى آخره نعرف أن خط المسند أصوله هو والخط العربي الشمالي مأخوذ مباشرة من الفنيقية بحكم اللغات السامية المتشابهة هناك وهذا ليس موضعنا العودة إلى حرف التيفيناغ حرف التيفيناغ يبدو أنه ولد وترارع في شمال الفنيقية وهو حرف أمازيغي أصيب كما قلنا قبل قليل هذا الحرف ربما أو عفوا هذا الحرف هو امتداد للحرف الأمازيغي الذي قبله الليبي كباربع مغلقيا هذا الحرف الأمازيغي الليبي البربري الذي قبل الحرف التيفيناغ طبعاً هذا الإصطلاح نحن لن نرضيه ولكن هذا الإصطلاح الليبي والفربري هو الإصطلاح الليبي الأمازيعي يستخدم في الأوساط العلمية كثيراً بهذا الإسم الليبي الفربري أو ليبي كوبيربار أو ليبيان بربر إلى آخره من التسمية هذا الحرف يعني يبدو أن حرفة تفيناء تطور منه فيما قبل يوجد فيه حرف متحرك واحد وهو الألف أمحاس ويوجد فيه حروف شبه متحركة هي الياو والواو تستخدم حرفة تحرك في نهاية الكلام إلى آخره هذا تقريباً كان يتكون فقط من 22 حرف صامت يوجد الحرف الليبي البربري اللي هو الشرقي والغربي الشرقي نطلبي جزء من تونس وجزء من الجزائر وليبيا حرف الغربي جزء من الجزائر والمغرب وجزء من الصحراء إلى آخره وجده في مملكة نوميديا وإلى آخره يعني تقريباً شبه مقرؤ كله كل حروفه معروفة وكتبت عليه دراسات كثيرة حرف الليبي البربري حرف التفيناء يعتبر حرف مستمر لم يقطع أبداً استخدمه الطوارق إلى استخدمه عبر العصور الأمازيق في الشمال ثم ضاع في الشمال بسبب الاختلاطات باللغات والحروف الأخرى وهذا السفناتيري وبقي محفوظاً وموجوداً في الجنوب عند الطوارق ويكتبون به إلى يومنا هذا هذا الحرف حقيقةً لم ينقطع انقطاع كله في الشمال فنحن في جبل نفسه مثلاً نجد بعض الأوشام النقوش على الزرابي على القلال إلى آخره بل النقوش على الجدران عفواً مكتوبة بهذا الحرف بل وجدت الحروف الليبية القديمة وجدت في مدينة فرن عن طريق رحل الأصدقاء وجد هذا الحرف منقوشاً على بعض الصخور تحدث الرحالة رحلة اسمه ماتيوزيو في كتابه رحلة عبر طراب السوبرقة أنه وجد مخطوط وجد ورقات مكتوبة بحرف التفنغ هذا في جبل نفسه ونقلها معه عندما رجع إلى الجزائر مرة أخرى حرف التفنغ هذا هو الحرف الذي يستخدمه الأمازيغ عبر العصول إلى يومنا هذا حدث انقطاع في عدة مراحل عن حرف التفنغ هذا فنجد مثلاً استخدام للحرف البنيقي بدل الحرف التفنغ هذا لكتابة اللغة الأمازيغية فنجد نقوش على بعض الجدران نقوش على المقابر إلى آخرية أو المعابد بحروف البنيقية هذه البنيقي هي غير الفنيقية البنيقية هي اللغة المختلطة بين الأمازيغية والفنيقية في شمال كريقيا بالبنيقية هذه بالحرف البنيقية هذه ثم نجد كذلك كتابة بالحروف اللاتينية للغة الأمازيغية في العصر الروماني ونجد مثلاً في بونجيم وغيرها من المناطق وهذا سوف حقيقةً أعرض لكم ثلاثة أو أربعة مراجع ربما ترجعوا إليها في نهاية هذا المقطع عن حرف التفنغ هناك شيء آخر مهم جداً وانتقلنا إلى مرحلة مهمة جداً وهو مرحلة كتابة اللغة الأمازيغية عند أهالي جبال نفسها بالحرف العربي في بداية مع دخول الإسلام استخدم الأمازيغ الحرف العربي لكتابة النصوص العربية طبعاً ولكتابة النصوص العربية كذلك فنجد مدونات ومخطوطات وأشياء كثيرة جداً كتبت بهذا الحرف لكم نسخة من هذا في نهاية هذا المقطع النقطة المهمة التي أريد أن أحدث عنها هنا هي أن الحرف العربي هذا كيف كذلك للاستخدامها في بعض الكلمات الأمازيغية والحرف العربي الذي تحدث عنه هو الخط المغربي الخط المغربي هذا الذي كما تعرفون فيه نقطة الف من فوق نقطة واحدة عفواً الف من تحت نقطة واحدة القاف من فوق نقطة واحدة حرف الرحم الطول حرف الكافلي يكتب بشبه الهمزة هذه في نهايته يعني وعنده كذلك خط وجمالية في الكتابة إلى آخره تخص البلاد المغاربية طبعاً في جبل نفسه وجدت مخطوطات أو وثائق كثيرة في الخط المغربي حتى فترة جداً قريبة حتى المرحلة العثمانية الثانية والاحتراء العثماني الثاني لجبل نفسه لليبي عفواً ودخورهم لجبل نفسه بدأ الاستعمال الحرف المشرقي اللي هو الف نقطة واحدة من فوق القاف نقطتين من فوق إلى آخره وللحديث عن الخط المغربي إلى آخره يحتاج إلى محاضرة واحدة وسوف أنا أخصص له ذلك عودة إلى حرف التفيناء حرف التفيناء هذا الذي نستخدمه اليوم يقال أن بعض الحروف في هذا التفيناء وهذه الظريفة يعني حقيقةً يذكرها بعض الباحثين في بعض من كتب التي سوف أعرضها كما لك قبل قريب في نهاية هذا المقطع حرف حرف مثلاً حرف الدال حرف النون حرف الزين إلى آخره لها رموز أو دلائل في الكلمات الأمزيغية نفسها مثال على ذلك حرف الدال حرف الدال يعني المعية يعني الالتصاق يعني القرب فنجده مثلاً في كلمات مثل نتش ديلي أنا وابنتي مع ابنتي verge того الفيط gguridun ok te فدال هذه هي تعني الالتصاق نجدها في كلمات تعني الصحبة والالتصاق مثل امدكو ولا امددكر نجدها في كلمات مثلاً في النعوذ حرف النعوذ مثلاً القريب لنقول ود هذا ونجدها على العموم هذا الحرف نجده كثيراً جداً في الكلمات الملتصقة والمقتربة ولهذا رسمه أجدادنا على شكل رقم 8 تلتصق فيه الحروب في نهايتها بينما في مقابل حرف النون الذي يستقبل في الأمزغية دائماً عن البعد عن اسم إشارة للبعيد مثلاً أو الإنسان الوضيع، أماكن البعيدة إلى آخره فمثلاً عندما تقول لإنسان تعال إلى هنا تقول آسد، الدال هذه في آسد تعني هنا مثلاً نقول أشيد أعطني هنا، إفكيد أعطني كذلك هنا إلى آخره بينما في بعض التنوعات الأمزغية مثل جنوب المغرب إلى آخره يقولون آسين بدلاً من آسد آسد يقولونها طبعاً تعني إتي إلى هنا وعندما يقول لك مثلاً عبر الهاتف تعال إلي هناك يقولون آسين إلى هناك وموجودة هذه عند التوارك طبعاً في جنوب ليبيا اللي هم أهالي غات طبعاً هذه مماتة عندنا في التنوع المزيغي في نفسها وأجرحتها لانتباه إليها قدير البعد والقرب إلى آخره فالنون هذه التي في آسن ترسم عند أجزادنا مثل رقم 1 باللغة اللاتينية أو رقم 1 في الحرف العربية خط مستقيم فقط انظروا هذا خط مستقيم لا يلتقي معه على أي شيء وحق له أن يعني البعد وأن يعني دائماً عدم الالتقاء فحفي حروف الإشارة والدين النون هو الحرف الأبرز فيه في حروف ما أدري يعني كماذا كان قبل قليل آسيد وآسيني آخره وهو الأمثلة في ذلك كثيرة أرجو أن تكون قد استفدت من العجالة هذه في شرح حرف التفناغ وصلاه إلى آخره وربما في الحلقات القادمة نتحدث عن حرف التفناغ بإسهاب أيضاً بحربي إلى آخره وكذلك نتحدث عن الحرف المغربي اللي هو كتبت به كثير من المخطوطات لبضي إرخيه والخط المشرقي والفوارق بينهما وكفي تستخدامهم في المخطوطات والحروف تنميرت اشتركوا في القناة